للأحرار والحرائر شرفاء الشريفات نرفع شارط النصري عالية وستبقى عالية خالدة للأحرار والحرائر الذين تشرفنا بمعرفتهم وقفوا معنا في وقت محنتنا حتى انتزعنا الاعتراف الرسمي البين بالحجة وبالدليل للضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة 12 تقاعدوا من 2003 و2005 الذين تقاعدوا بالسلم التاسع وما دون 2500 درم وما دون لهم الأولوية والأسبقية وفق الاتفاق المرحلية 18 يناير 2022 حلام في أحلام يا زمان يا زمان يا حلو انت يا جميل يا حنيين على الوسط يا أستي النقابات أصبحت حنينا عن الشغيلة لا لا الظلم وظلومات يوم القيام الظلم وظلومات يوم القيام للأسف الشديد أدشي اللي تنشوفه فيه ما يبغي إلا الله لا عبده ثلاثات سنين الناس تنتظر في الطرقيات المجمدة ديالها لهي ديون عيب وعار ديون في عاطق الدولة وديون في عاطق الحكومات وديون على عاطق الوزارة ديال بن موسى ثلاثات سنين ثم تجرجوا في الناس ثلاثات سنين ستة وثلاثين شهر وباقين زيدين فيه ما باغينش تحشمه وما باغينش تحشمه إذن قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع ومواضيع أخرى ومواضيع أخرى فضلا وليس أمرا تكتروا من جيم الإعجاب لايكات والضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد وما كان غير الجديد إذن قبل ما يمشي قانا قاني الحاجة العثماني دياري أحسن منكم وهذا الشي اللي وقف القرار اللي وقف به الترقيات من كانت كوفيد وكان الوضع استثنائي ممشى حتى فكر الحصار على الترقيات المجمدة والمتأخرات ديال 2020 وما قبل 2020 والعثماني الحاجة قانا قانا العثماني هو اللي دار الميزانية ديال هاد المتأخرات ديال الطرقيات المتوقفة أو متجمدة الكونجيلاتور اللي دخلتها في الكونجيلاتور من 2020 25 أكبر مارس 2020 كان هناك المنشور اللي جمد هذه الترقيات وعطت تعليمات بأن السيودي بأن أي تعويذات أو ترقيات إلى آخره بقى ما تفيزاتش حصد ما تتخلش توقف تجمد تكونجل سلتوا غير هادوك اللي كانوا مقشرين لهم ديجم مقشرين وديزيل المالية إذن ممشى قانا قانا الحاجة العثماني حتى كفر عن الدين في ديالوغ ودار في القانون المالي ديال 2022 الاعتمادات المالية رصدها بالحرف وبالمليم ديالهات الترقيات وفي الموى 11 2021 حنا متبعينكم رسميا خرجوا وقالوا بأن هذه الترقيات راتفك الحصار عليها وبأن راتفداو الناس يتخلصوا من نهاية الموى 2 حنا عارفين الموى 3 4 5 كل شي يكون تخلص هاد النقابات اللي تتقول لك بغينا نظام أساسي عادي ومحفيز وبغينا نؤثر وتجويد العرض وما خاص ناس نفرتو حتى في شي ميل وكل شي خاصو ياخد الحق ديالو وخارج السلم على رأسهم لم تحرك ساكينا من الاعتمادات المالية للترقيات من نجا أخنوش وبربقوها وزرقوها ومعطفين زادوا بها ومعطفين حولوها حتى أن بعض الكتاب هذو اللي تخرجوا به تصريحات قال لي كودي راه قالوا لنا ما قالوا لنا في الموارد البشرية أن هذه الترقيات المستحقات راتحولت إلى جهة غير معلومة وشن هو الدور ديالك انت وشو اللي تصحافي تجيب لنا الأخبار تنقل لنا الأخبار الدور ديالك هو الدافع والترافع وإن اقتدى الحال تنزل للساحة وتضغط هذه ديون ما قدرتش تجيبوها وقال شتا تهذر لي على مطالب عالقة وزالقة وانتم اللي كنتوا السبب فيها هلو نسا كتين اللي جوا في لموسينك وبالضبط مني وزير الصحة شاعر القجاع وقال لي يحط لي يرزق ديال الناس الترقية ديالهم وطويضات وحطها ليه وتخلصوه بن موسى عندهم قاسم مشترك داخلت الرياضة قال لي وديرا غادي تخلصو شي واحدين وغا تبدأ من اللوم وسينك وغا تمشي تنلم ونف كل شي غادي كمان خلصوه لبعض لي خلصوه دووذو لدووذو والأصباق يدي من لدوو القربة ودوو هذه تداقة في المقربين أحسا أحلى جا وتلم ونف وتدخل أخنوش وصادق على المراسيم ديال الحوار الاجتماعي والعمل كحال وكل شي داك وارصد واحد بمرسوم يعني اعتمادات مالية إضافية دخل الى الخازينة وقال لك اودي احنا هاد المتأخرات رصدنا لهم اعتمادات مالية باش غا تبدأ البرمجة من اللوم والنف يبدأ والناس يتخلصو يعني هتبدأ البرمجة بسهر تسعود را ما غا تفوتش ربعات المرات ربعات الدفوع هتقع يكتروا الموضي جو ديس سان مغدام البرمجة والتسريحات المتناقيدة والأملكة الى آخره والنقاء والتنسيقية ديال الترقيات المجمدة الى آخره ولد الحقوق ديالك والديون خلصك تمشي والدير التنسيقية وتمشي وتزاوغ والطلب وتعورات هذه الناقابات الى آخره باش يتدخلوا داروا وحد الخطة اللي هي دائما تلجأوا لها توسطت هذه الناقابة بين المصالح الإدارية وبين هذه التنسيقية ومشي من العابات بأن بن موسى من وراء كانوا ديرين وقفوه وجاء عندهم واحد اول مرة تيجي عند هذوك هو اللي جاء عندهم وقال لي همش غادي تديرو وكان واحد الهاديث معهم من وراء الباريير قري قال لي مودي غادي تمشي مدير الموارد البشرية وراء هو غادي قادل لكم أمور فعلا ذلك ما تم ومشا والموارد البشرية ومن بعد نهار اللي كانت عندهم على الاجتماع خبرتهم لقاتلهم جاءوا ديروا وقفة ما يأ ودوروا وقفة وتنعرف وحنا الموارد البشرية يكون واحد ولا جوج ديرين وقفة تتطرق تتطرق بالسلاس التي تواحد من يدخل جاءوا ديروا وقفة بل دخلوا داخل الموارد البشرية باتوا في الموارد البشرية طبعا ودير الموارد البشرية وذلك مشهان ناس مع راسته عار بأن التحجم مكين الموارد البعض يتضيح بأنهم راهم داروا لهم لليست بالأسماء ديالهم لمقرابين لدخلات لهم تنصي النعقابة وسلموها المدير الموارد البشرية وفعلا نزرب عليهم دار لهم التسوية الإدارية وبعتها إلى المصالح المالية ودارت لهم التسوية المالية ومريضنا ما عنده بس ومن تم هبطوا الريدو ونزلوا الخيمة ونبقينا تنسمعوا لهم تشي قطار وبقى والناس تتسنى وتسحابوه كل شهر بنادم قال تتسنى الأعصاب ديال والتدهور ديال النفسية ديال وما كيش ليقدر ديال بقى تن من بعد ليه جسي بن موسى وخرج وصرح وقال ليك بأن خلال دو جنبير راكينا واحد جنش المليار اللي القجاع را رصدها وكل شي قالها رئيس الحكومة يعني الناطق الرسمي بس الحكومة القجاع مدير مدير إعداد ميزانيات وأكدها بن موسى خلال شهر دو جنبير غادي يتم التسوية كل شي غايتخلص في دو جنبير مثل تسوية كل شي غايتخلص لي نتفاجأ بعد ما كان القجاع مشغول مع الكورة ورجع كنا تنقول لكم مرة تنور القجاع تنور لتعطى التعليمات في أسبوع آخر ونتفاجأوا أنها إعادة برمجة وليست البرمجة وليست التسوية عفوا أنها تنسموها إعادة البرمجة لأن البرمجة قدرت بشارت سعود شهر 12 ستكمل إعادة البرمجة ودائما ديولهم هم التي تخلص هم التي تكون لهم الأولوية وزربوا على من على خمسة وعشرين آلف وسبعمية وثمانين ديولهم سبقوهم مملو ولي سبقوا الامتحال الكفاءة الميهانية ديولهم امتحال ترقيب الاختيار ديولهم ودخلوا معاهم هذوك لقاء ما كانوش متصرف الطربوي الدرجة التانية اللي المفلوس ديولهم ما مرصوه ديول في هاتجوش الماليار وخلاوتا كملوا هم هذوك اللي يكملوا ديولهم خمسة وعشرين آلف سبعمية وثمانين وشي حصيص بقيت قالوا غددوا بها واحد الطرف واحد الجزء من أصحاب الروتاب هاذ تشاليب والتحراميات اللي معمروا ينتهي منهم لأنه قال الوفا رحمة الله عليه أنه قال لك من يجيت الوزارة لقيت تشاليب والتحراميات والطرقية ديولكم دوها لكم أصحاب الإيجازة ما نسوه شفيكم أصحاب الإيجازة وردوهم مصنفون في التاسع وردوهم مرتابون وحسبوهم كأنهم الزنزانة التاسعة واخدوا لنا المناصب المالية ودوزوهم بها وغيروا لهم الإطار ودوزوهم الحضاعش ودوزوهم لهم لكحل وجيين دابق تقول لك ما هي تقول لك خارج السلام لما كانوا شهدوا سنأخر هذا النظام الأساسي نحضر كل شي نؤثر على البرمج الزمن ترى النقبات هم اللي أخروا بتنصيق مع الوزارة ومع بن موسى أخروا هذا الجرجير إلى الدابق ودابق سننزل وفق هذا البرمج الزمن يجعل نظر عليه ببعده ما في الروتاب في حين أن التصنيف كيف يجعل الرتبة تتسبق الدراج الرتبة ورتبة ورتبة تتشكل لنا سلام سلام لما بتطور بشوف حالاتهم شوف نظر للتاريخ أو دراج الدابق رتبة ورتبة ورتبة تتعطينا دراجة الدراجة تتكون من الرتبة إذا الرتبة تتسبق الدراجة إذا المنطقي اللوجيك أن الرتاب وملو وندي تي كملو كل شي الرتاب لنبدأ في الدراجات بالنسبة لانتحال الكفاءة المهنية لن بشوق الامتحال ترقية بالاختيار حتى نوصلوا 55 تبغي تخلصوا 55 في الدفعة الأولى تتوصلوا 25 1780 ولكن نبدأ من الرتاب قلبو الطرح حيدوا الرتاب ودخلوا فيهم ودخلوا في بلازتهم واحدين كانوا جاء مكينين أصلا المتصرف الطرباوي الدرجة التانية معلش النبرة كلهم في الموارد البشرية وفي المصالح المركزية وفي النقابات وكل شيء كنين هادو تخصهم دائما يسبقو هنا وتجوت يقول لك الإنصاف والمصالح والتحفيز وداكو ربما عندك فين وما تتري يقولوا على ابن هذا يسبقو ديول هم وما اللول للآن سبقوا 25 ديول هم 780 وسبعة وثلاثين ألف ومائتين وثنين وعشرين غيبقوا مساكن ينتظروا النص فيهم غادي تخلص في الشهر واحد من الفين وثلاثة وعشرين والنص اللي بقى غايبقى مساكن غادي ينتظر الثلاثين ديول مواد دون ميل فان طروة السيبة والتسيوب السيبة والتسيوب لأن هنا ما عندناش نقابات ما عندناش أحزاب معارضة ما عندناش ليهضر على الناس المظلومين المحزوقين المكرفصين ليما عندهم غلا ما عندهم ما عندهم ما عندناش ليهضر عليهم بن موسى وزير كانت عندهم مصداقية كانت عندهم كلمتهم وولت هو تيرجع في الكلمة ديال سبعمائة سنة هو تيرجع في الكلمة ديال إذا ما عندناش منطيقة انتو ما باغين تبنو وباغين تصلحوا المنظومة التعليمية لما كانت طيقة اللي هي مهزوزة الناس ما بقاش تطيق وخا تقول لي نشتحت منك ما يطيقش فيه هذا الشيء لاش القانون الإطار 51 17 ويصلاح إلى آخر إصلاح اللي في رسمهم التصور اللي في رسمهم لاشي يقولك التصور ديال الحكومة اللي في رسم هما التصور لفيه دماغهم هما لاشي التصور اللي باغين الناس لاشي يقولك التصور الحكومي التصور كيفاش هما باغين يصالح الحق ثم ما عطيتو الناس للحقوق ديالهم تديون ديالكم ما قدرتوش تعطوها للناس جميع الحكومات اللي سبقت ما عمر الطرقيات كانت تتوقف ما عمر كانت تتعطل ما عمر كانت الدرجة تسبق الرتبة ما عمر كان المتصرف الطربوي اللي ما كانش في واحد ميزانية اللي دخلت هو وهيرف ويتخلص من ميزانية لا تعنيه جس المليار ما كانش تعني هذو المتصرفين الطربوي ولكن الهريف الهريف شتي هريف على الشي لأن هذا ما نقول لأن اتصل بي واحد الاخت في واحد تعليق وقعت فيها فعلا قلت مشينا تنتظر ومشينا البانك ومشينا مسكينة وتصحاب رسال بتخلص ساعة قلت لك طاح لها تونسيو مسكينة رجعت متضمرة وهذا الالام النفسية تتحمله كلهم لكل واحد كان يعني له المسؤولية في هذ تلاعب بالمشاعر دي الناس وبالحقوق دي الناس الفلوس تترصد الدوز الوزير التربية الوطنية في الفلوس دي لك يخلص بهالناس وتمشي البلاثة أخرى ويثق لها الخبار هو ويخرج النقابات وما عارف ماذا يمشي الله أعلم حولت إلى جهات غير معلومة وماذا يمشي وماذا يمشي تقول لي أن أشهر 12 أشهر يتخلص ويخلص 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 باقي ويخلص وماذا يمشي ويخلص وماذا يمشي لغادي الباب الهد أو لغادي الباب الهم كل شيء عارفين ومدوزنا ومعارفين كيف تتخدم 3542 ملف اللي رجعت من المالية هادو كان خلص يتخلص ولكن المصالح الإدارية لأنها ما كملت شارك الملفات ودقت فيهم بما هو يعني التدقيق اللي خلص يكون ورأة رجعتوا لهم قلت لهم عندكم دي زيرور خسكم تصلحوهم خسكم تقدو ذاك الشي وطوهم ملاحظات قال لك خسهم يقدوها ماذا يقول هادر مع هادر مع هادر مع مالهم مشي مشكلة يمشي يعود تاني يتسنو ناس كانت تخلص 1500 وثنين و40 خسهم يتخلص مساوط المالية خسهم يتخلص من يدارو ليهم التدقيق والفيلتراسيون خسهم يرجعوا الموارد البشرية بس يصحوهم هادر مع هادر مع تكوين مستمر حقوق ما تخلصوا ماشي إشكال لكن العيب فينا احنا العيب في هادر اللي تنتظروا اذا من هنا اعرج على واحد المهم المهم ديال التكاطرة لا بد من تقاسم معهم تاهم وننبههم الى بعض الاشياء باش ميطيحوش فيها لان هاد النقاب بعض النقابات لانهم تبدأ يوجه في واحد الحلول وهذه الحلول تكون مداجم قاد ديال اللي لس ديال هم مجاهز هم باش هدو هم اللي أولين كما دار لان احنا في 2003 2003 تقيد بالمادة 112 قيد نا في جدول الطرق وعدنا أربعات سنية استثنائية يعني طرقية استثنائية في حدود أربع سنوات اقتداء من 13 جوج 2003 هذي اللي بغت نفاهم الواحد اللي دير قناة ومفاهم شجي استثناء اللي جيجب 26 أبريل 2011 لتال 2000 هذي السعام لو تدير استثناء دير أربع سنوات بعد التقييد في جدول الطرقي بعشر سنوات اللي يسموها تصقيف من بعد وخرجت في بدات من 1 يناير فاتح يناير 2012 هذي أربع سنوات استثنائية هذي أي القانون بالقانون لا يجب أن تفوت ربعات سنين لا يجب أن تفوت ربعات سنين تقيد عندما تستيس العام الأول تجاو ثالث الرابع يجب أن الخامس تكون دازد هذا ما يجب أن تصقيف دائما تخرج مع السنة مثلا ترقية برسم سنة 2020 أخرج مع تصقيف بتاريخ مفعول مالي 1 2021 و21 لأنه لا يجب أن يتخل لصمات نحن في 2003 ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا من الـ 122 نجد أن نقل لدينا الأسباقية والأولوية ونحن مراقية للعشر نحن في التاسعة نحن نترك وحرمونا وحيدونا وخلونا نتقاعد للعشر هذا عديانين الله ومن الجا ودخلين وحدين أخرين هارفين وقال يترك من التقايد نبيل مادة 122 2003 وطرقية استثنائية في حدود 4 سنوات يعني من 13 جوج 2003 إلى 13 2007 تكون بمفعول مالي صاف تخلص منطم يتخلص الناس كل تقايد في 2003 وباقي مزاول ومدازة 2007 والتواحد ما دار لا مصالح إدارية ضربت طم مصالح المالية ضربت طم نقاب كل رقاء ما تفاهمين هج شي ضرب طم في حين هذو المدازة 2010 كان خصو مدازة 2007 ماليا كل شي أي واحد تقايد في 2003 ما خصو يفوت 2007 كاللي مشت 2010 وكل في 3 سنين وتقاعد في 2016 وخ تحيين الوضعية الإدارية دياله استافد مع ضحايا إلى آخره مقصي وما مرقيش على أساس أنه باقي خصا عام وورا خصو في 2004 يكون داز من تعاود تحيين الوضعية خصو يدوز في 2007 وتزاد ثلاثة سنين يعني يديز في 2004 2014 سيكون مستوفي بشي دوز 11 أو تقاعد في 2016 ويقول لي انترى ما نكمل شهان لأنه محسوب طرقيات 2010 هو مقيد من المادة 112 في 2003 وعند ربعات سنين ستتنائيا يعني 2000 أسبا سك دوز هدو حدو هم هدو ملك ضحايا النظام اللي خلصوا 100 نصف أما نحن ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 12 قاعدة 23 و 24 و 25 نحن كنا مقيدين لأزد من 3 سنوات قبل حد فينا من الأسلاك ومن ثلاثة قاعدة بناد ما تبقاش تتخذ على الكوطة والطرقية استثنائية ما تتخذعش الكوطة ورغم ذلك قاعدنا بالتاسعة وفلوسنا دوزوا بيها صحاب الحداش وفلوسنا اللي بقاعد دوزوا بيها الهرافة مرتبون في السابع اللي ولوا ديرينهم ضحايا النظامين ودوزوا الدكاكة كعلى أمزازي والدرس هم مرتبون ومزاولون وهم متقاعدين في واحد واحد الفين وستعش متقاعدين هدله الرافة وما اللي دائما غد ينبقى نظار عليهم وغد ينفضح الفضائح ديالكم لأنكم ما تتحشموش من ضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة 112 قاعد ومي فيه 3000 و4005 وهم الأوائل سينصفون والأيام بيننا والأيام بيننا خلوا الفيديو نضيف أبو نضيف يلا تبارك الله عليكم ترجمة نانسي قنقر